جزاكم الله حيرة تقول نحن مقيمون في نجران وذهبنا إلى جدة لقضاء شهر رمضان جلست عند ابنتي في الطايف اسبوعين كنت أقصر الصلاة وفي جدة عند ابني كنت أقصر الصلاة فقال لابني بيت ابنك مثل بيتك صلي الصلاة الرباعية رباعية فصليت الصلاة الرباعية رباعية فما حكم ذلك وماذا أعمل أما قوله إن بيت ابنك مثل بيتك هذا غير صحيح ما دام أن بيتها وسكنها في نجران وهي إنما جاءت زائرة فإنها تكون مسافرة ولكن إقامتها أكثر من أربعة أيام وهي تعرف ذلك تعلم أنها ستقيم أكثر من أربعة أيام فإنها يجب عليها إتمام الصلاة لأن السفر انقطع وصارت مقيمة وحكمها أحكام المقيمين فتصوم رمضان وتتم الصلاة أما إذا كانت لا تعرف الإقامة ولا تدري كم هي فإنها لا بأساة أن تقصر الصلاة لأنها ما زالت مسافرة نعم